تقرير المبعوث الخاص استفان ديمستورا إلى مجلس الأمن كان مثيرا للجدل وأحد الأسباب هو تركيز ديمستورا في تقريره إلى المجلس على اجتماع إستانة الذي نظمته روسيا وإيران وتركيا دون مشاركة عربية أو دولية فعلية بعض الدبلوماسية المجلس ذكروه بأن تفويضه معني بالمسار في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة لا باجتماع إستانة تحت رعاية ثلاث دول فقط ديمستورا أعلن أيضا تأجيل استئناف مفاوضات جنيف من الثامن إلى العشرين من فبراير وعطى لذلك أسبابا عدة من بينها منح المعارضة السورية الفرصة لتوحيد صفوفها ولتقديم أسماء وفد واحد للمفاوضات في جنيف بحلول الثامن من فبراير وإلا سأضطر بمباركة مجلس الأمن ودعمه لعمل ما لم أعمله بعد وهو حق يعطيه القرار 2254 للمبعوث الخاص وهو تسمية أعضاء وفد المعارضة سبب آخر للتأجيل وفقا لديمستورا هو عطاء وقت كاف لإنجاح الآلية الثلاثية لمراقبة وقف إطلاق النار والتي تعقد بشأنها روسيا وإيران وتركيا اجتماعا في السادس من فبراير ولكن القرار 2254 يطالب بخروج جميع الماليشيات المسلحة من سوريا فيتساءل بعض الدبلوماسيين كيف تعطى الماليشيات الإيرانية في سوريا دورا في حماية وتطبيق ومراقبة وقف إطلاق النار وكيف يمكن لهذه الآلية أن تكون محايدة ومستقلة ديمستورا وفقا لمصادرنا لم يذكر ولو لبرة واحدة كلمة المرحلة الانتقالية السياسية في تقريره إلى مجلس الأمن فهل فقدت هذه المرحلة الانتقالية أهميتها؟ من المهم جدا تطبيق القرار رقم 2254 وأحد أهم بنوده يتحدث عن العملية الانتقالية السياسية فأساس مفاوضات جينيف هو الإعداد للمرحلة الانتقالية من الواضح أن مرجعية بيان جينيف أصبحت باهتة بالرغم من أن القرار 2254 يتبنى بيان جينيف كاملا ويطالب بتنفيذ بنوده ولذا ستعقد اليوم الدائرة السياسية للأمم المتحدة اجتماعا مع الأمين العام أنطونيا جاتيرس وبمساهمات من الدول الرئيسية المعنية حول رؤية الحل السياسي مع التأكيد على المرجعيات والعمليات التفاوضية السياسية تحت رعاية أممية طلع الحاج العربية نيويوك